بالإشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن ملشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة وبالإشارة إلى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب إعلان تونس الصادر في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثلاثين والمتضمن إدانته وشجبه للممارسات والعمال الخطرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية وبالإشارة إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورته الخامسة والأربعين بعد المئة القاضي بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وتنفيذا لذلك فقد تم إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المنظمات والأشخاص مواطن أو مقيم ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية وكذلك من يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا للتعاطف معها أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحولات المالية وهو ما يتم انطلاقا من التزام مملكة البحرين بمحاربة عمليات التمويل المشبوهة للإرهاب أو عمليات غسيل الأموال وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص وتأتي هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الشقيقة في طر مكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وتشدد وزارة الداخلية على الجميع ضرورة التزامهم بالقانون والذي يجرم كل من تواصل أو تعاون أو تخابر مع إحدى المنظمات الإرهابية إذ تنص المادة 12 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا يكون مقرها خارج البلاد أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين أو القيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به كل من طلب أو قبل لنفسه قبل لنفسه أو لغيره أي عطية أو مزية أو وعد بشيء من ذلك ولو بالوساطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به أو قبل أو عرض كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى وتؤكد وزارة الداخلية أنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بحزب الله بكافة الأدوات المتاحة كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح حيث لا يجب التغاضي عن أي منظمة إرهابية وأنشطتها المتطرفة ترجمة نانسي قنقر